خلونا نروح لموضوع تاني وإحنا طول الوقت بنتكلم عن الترشيد الحكومي هو أنتو عايزيننا نربط الحزام والوحدينا وإنتو عايشين عادي الحكومة بوزاراتها بتصرف زي ما هي عايزة مش أنتو بتتكلموا عن ترشيد انفاق طول الوقت مش إحنا عندنا أزمة دولار حقيقية وكل اللي بيتم ده عشان نوفر الدولار هل يا ترى مفيش قرارات ترشيد؟ لا فيه قرارات ترشيد في حديث القاهرة كان في الجريدة الرسمية أعلنت الحكومة عن مجموعة من القرارات والإجراءات اللي بتتضمن ترشيد انفاق حكومي شديد إيه هي هذه القرارات؟ واحد تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء فيه تنفيذه لمكون دولاري يعني أي مكون دولاري هيدخل فيه بلاش نوقف المشروع إعلان حالة الضرورة القصوى أو طابع الضرورة القصوى علشان أي حاجة ممكن تتصرف لأن تأجيل الصرف لأي احتياجات أخرى لا تحمل طابع الضرورة القصوى ثلاثة ترشيد الصفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى أو في حالة تحمل الجهة الداعية التكاليف طبعا رقم أربعة مش بعيدة أبدا عن اللي في ثلاثة اللي هي خاصة إن لو أنت سفرت مش هتاخد بدل انتقال يعني بدل الانتقال بيكون بالعمل الصعب أي جهة بتتعمل بالدولار لازم تاخد موافقة وزارة المالية بالمناسبة بس عايزين نقول لكم حكاية ترشيد الصفر وحكاية بدل الصرف ده ده ليعلقة بالناس الموظفين في الهيئات والجهات التابعة للدولة فقط يعني دي بتطبق على مؤسسات الدولة وموظفين الدولة من ضمن القرارات أيضا حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل والخارج هو دي أنا مش فاهمة شوية يعني ألقاني شوية المنح التدريبية يعني التدريب ممكن تقول لي مفيش مكافآت لكن اللي انت بتدربهم للجهاز الحكومي اللي احنا محتاجينه ومتطورين أفضل حوقف ده مش عارف يعني والمنح الدراسية في الداخل ليه لا هي بالدولار لو بالدولار موافق طب الخارج ماشي اختار مسبق بمخصصات العاملين اللي حينتهي خدمتهم خلال العام المالي علشان يعرفوا لما ينتهي العام المالي ده هيتوفر عندنا قد إيه من اللي هيخرجه اللي انتهت مدته دي هي القرارات الأساسية اللي تم إعلانها وتم إعلان لها مجموعة من الاستثناءات أو الاستثناء فيهم واللي ما فيهوش جدال خالص طبعا ليه علاقة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها لأنها بتصرف حاجات وبتتعاقد مع حاجات ليه علاقة طبعا بالدولار طالما بنتكلم عن الصحة تبقى المستشفات الجامعية كمان هي والجهات اللي بتقدم أي خدمة صحية أو رعاية طبية دول مستثنين يعني ما نقدرش نوقف الحاجات اللي يجوا بالدولار زي دعمات القلب وخيوط العمليات والمسامير بتاع الركب والحوض كل شيء اللي علاقة بالعلاج والأدوية لا ده مستثنى تمام اللي جاية دي كمان مهمة جدا وخصوصا وزير التموين لما كان في البرلمان قال إحنا بنستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا من السلع التموينية جهات تدبير السلع التموينية أيضا مستثنى وراء بعد كده كمان المواد البترولية والغاز ومشتقاتها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وزارة الدفاع والجهات التابعة لها وديوان عام وزارة الخارجية الوزارات السيادية يعني باحتياجاتها ده حاجات لا علاقة بالأمن لا علاقة بالبنزين لا علاقة بالبترول والسلار كل دول مع بعض كده في قرار واحد مستثنين طبعا أكيد حيكون مستثنى الفوائد وأقصات سداد الدلواء القروض لأنها بتدفع بالدولار وكمان علاج العاملين وغير العاملين زي الطلبة والأعنات اللي بتصرف للعاملين هي كمان مستثنى أنا بس واقف قدام علاج العاملين وغير العاملين زي الطلبة في العلاج ولا في الدراسة مش مفهومة الطلبة اللي موجودين برا وبيسافروا أنا عارف إن كان لهم مستثنى يسلم على التأمين الصحي الخاص بالطلبة أعتقد يعني علاج العاملين وغير العاملين وغير العاملين الجملة يقصد غير العاملين أصد طلبة تبقى علاج المصريين كلهم يعني بقى في علاج على نفقة الدولة في يعني أشخاص غير مؤمن عليهم طبعا الأعنات اللي بتصرف للعاملين بس دي ما لغاش علاقة بالدولار ده حتى الفلوس كمان ده بالجنيه ده في إطار الترشيد الأعنات اللي بتصرف للعاملين والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة والفلوس المدرجة لدعم السلع التموينية دي حاجات منتهية حتى يقدر يتكلم فيها والأغزية اللي بتصرف للعاملين أيضا ما فيهاش أي ترشيد والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية كمان ما فيهوش ترشيد وخلينا نقول إن القرارات دي هي قرارات شد الحزام زي ما بنقول عليها أو ترشيد النفقات في وسط أزمة اقتصادية طحنة اللي حيقول مش موجودة أو مش بنعاني منها أكيد حيبقى بيغافل نفسه وبيخدع نفسه فبالتاني إعلان هذه القرارات ربما كنا ننتظره كمان من فترة قبل كده لكن كويس إنها أعلنت على الملأ ونشرت علشان نبقى عارفين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة هتتتصرف إزاي في الأزمة الاقتصادية دي شكرا